موسيقى 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 صحراء مغربية من تانشالك ويحجوب السلك ويحضر معنا بصفته زعيم المعارضة ضد قيادة البوليزاريو هذا يعني أسلوب ليس الإدفاع هذا أسلوب دعائي وخصوصنا اللي يقول لك على أن الصحراء مغربية من تانشالك ما يعرفش بإلا الجويرة إلا ستكون عن الباسبورت بفيزا من المجتمع تتخل الجويرة إذن باش نعود قاعدين دافعان قادية نعلم بها نحن دافعان قادية الخاصية أولا تعرف مع من تتعامل شكون هي البوليزاريو أولا مشكلتنا مع البوليزاريو مشكلتنا مع الجزائر إذن شكون هي البوليزاريو أولا كيف تأسست ولماذا تأسست وما هي مقوماتها التنظيمية والجزائر ماذا تريد بهذا الموضوع ماذا دخلت هذا الموضوع وما الهدف لها من وراء هذا الموضوع هذه الموطيات أساسية وضرورية لأي واحد بعضها عن القضية الوضنية في الحقيقة من المهرجانات والنذوات مهم ومفيد جدا لأن الدفاع عن الصحراء ليس فقط الصحراء المغربية من تانشالكويرة لأن الدفاع عن الصحراء المغربية هو أن تعرف النزاع الصحراوي تعرف أبعاده وعلى قتل الجزائر بالبوليزار فهم هذا النزاع وأبعاده التاريخية والسياسية هو الذي يجعل الشباب يتفهم القضية الشباب كانت نسبة معينة اليوم عندنا ثلاثة مجتمع شباب الواقع مشاركتي في هذا اللقاء تندرج في إطار المساهمة في النقاش العمومي حول أهمية دور الشباب والمجتمع المدني في ترفوع عن القضية الوطنية وبطبيعة الحال الترفوع يمثل دعمة أساسية للتعريف بالحقائق التاريخية والأسانيد القانونية وكذلك الواقع التنموي بالصحراء المغربية بالإضافة إلى تطور ملف على المستوى الأممي وبالتالي يمكن القول بأن المشاركة في هذا اللقاء هي من أجل طبعاً اللقاء بشباب والفاعلين المدنيين وكذلك يطلعهم على آخر المستجدات من أجل أن ينخرط كل طرف في عمليات الترفوع لأن هذا واجب جماعي هذه نقطة مهمة ونقطة خطيرة دي المغربة العالم التي يتم أن تستغلهم من أجلس أما المفروض أنهم يشتغلوا ويتعطروا وأنها تشحفتها لدمها هذه الحياة إلا حقاً تشرفت بالحضور هذه الندوة مهمة ومهمة جداً لأنها تتحدث على إشكالتين أساسية الإشكالة التي تعترض للشباب الطرفة القدية الوطنية والإشكالية الثانية هي إشكالية الطرفة الرقبية وهذه هي مجالة التحدي الكبرى لا بما يخص الفاعد السياسي وهو الموقع لا تقديل هو التأثير وتنظيم وتمثيل دي الشباب المغاربة وتوجيههم إلى الطرفة القدية الوطنية كنا نعرف الدور دي الشباب هذا ولا من ناحية دي الترفة الرقمية على اعتبر أننا لا نمتلك استراتيجية إعلامية للطرفة الرقمية حول القدية الوطنية وبالتالي المساهمة والمواكبة ومساعدة السلطة دي البلد في الطرفة القدية هذه هي قدية جميع المغاربة ولتهم الحكومة المؤسسة في عينيا الحدث الإفريقي معكم من قلب الحدث